أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن أحد ضباط الوحدة 8200 أرسل عدة تحذيرات قبل السابع من أكتوبر إلى كبار مسؤولي المخابرات بناء على تحليلات لتدريبات حماس وحركتها وقبل وقت قصير من سبع أو من السابع من أكتوبر أرسل الضابط بريداً إلكترونياً يفيد بقرب شن حماس لهجوم بناء على تدريبات مكثفة تجيها الحركة